أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول فيه صاحبه إذا صلى الإمام في العشر الأواخر إحدى عشرة ركعة مع الوتر هل هذا الفعل صحيح أم يوافق الجماعة في صلاتهم بالتراويح وفي القيام الأخير المسلم لا يحرم نفسه ويتأثر بأقوال هؤلاء الذين يشوشون على الناس هؤلاء الذين ظهروا في هذا الوقت صفة التعالم والمعرفة وهم جهال وصاروا يثبتون الناس عن الاجتهاد في العشر الأواخر ويقولون لهم صلوا التراويح وتكفي أو صلوا آخر الليل ويكفي عن التراويح لا تصلون بأول الليل وآخر الليل هذا تثبيت وجهل والعياذ بالله وحرمان للناس تشكيك في هذه الفضائل العظيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله أحيا ليله أحياه بماذا؟ بالقيل والقال أو أحياه بالصلاة والتهجد أحياه بالصلاة والتهجد كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها لأنها آخر الشهر ولأنها أرجى ما تكون ليلة القدر فيها كان يعتكف العشر الأواخر هو يخص العشر الأواخر بعبادات لم يكن يفعلها من أول الشهر فهؤلاء الذين يثبتون الناس العشر الأواخر يشككونهم هؤلاء لا يعتبروا قولهم ولا يلتفت إليه والواجب أن الإمام الذي يعمل هذا العمل الواجب أنه يعزم ويبعد عن الإمامة لأنه شوش على الناس وحرمهم من هذه الفضائل العظيمة وتهجد في آخر الليل والصلاة الترويح في أول الليل فيجب أنه يبعد عن الإمامة وهو بكيفه يصلي ببيته أو لا يصلي أو إن شاء الله ما يصلي ترويح ولا يصلي التهجد كيفه يحرم نفسه أما أنه يحرم الناس معه ويشوش على الناس هذا لا يجب وبعضهم قد يكون يفعل هذا كسلا هو إمام مسجد ولا يريد أنه يفعب نفسه وتراويح وتهجد ويلتمس لنفسه هذه الأعذار الباردة فهذا في الحقيقة لا يصلح إماما للناس إنما يصلح إماما للناس من يشجعهم على مخير ومن يحيي هذه الليالي أولها وآخرها بالصلاة والتهجد هذا هو الإمام الناصح لنفسه الناصح للمسلمين أما هذا الكسلان الذي يثبت الناس يشوش عليهم أو يدعي العلم وهو لا علم عنده لو راجع السنة وشاف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدرك أنه مخطي في هذا الكلام نعم ترجمة نانسي قنقر